يعني لأنه لأنه تصل إلى محل خلاص يعني ما بتقطيك يعني هو في شي عند المرأة خاصة بس تكون عم بتدرس الوريد تكتشفي أنه في طبقات بصوتها مش سامتين هاي هي تجربة هاي طبعاً عن تجربة يعني في طبقات بالصوت ما بتتوقع أنه تكون موجودة بس بتكتشفيها بس هو لحظة بس هيدا التعليم اللي عم بيصير بعد الظهر أول شي مش لقلنا يعني أنا ما رح تدرسة أنه تكون معلمة أنا مني معلمة هلا السنة يا رب حرام زوية قديش نفاش تخلق فيها وبرجع أنه بنضم بسير يكلني الندم يعني برجع بقول أنه مزنبة هاي المخلوق عم تعمل سنة بثلاث سنين السنتين اللي راحوا عليها مزنبة بس ماظبوط يعني هيدا بيرشع بيقول بأنه المدارس لازم لازم تخفف دفوري أحسن شي مهند رسوه الطريق اللي عم تعامله هلا مع الأولاد وقال كيفك مع الأمومة جيدة جداً نيحل مش عم بتعايت عليها تتعرف الأم اللي منا انجيزت مع أولادة ما بحيطها بتخنقون هي الأم اللي بتهتموا بالتابع هي اللي بتتعبنون هي اللي بتتعبنون أحسن شي ما تدرسون خلاص خلاص يعني التالنت معه الموصفتون رح يتعلم رح يتعلم يعني أهلنا يدرسونا قد ما اليوم الولاد عم بيتطلب تدريس كنا نعتمد على حالنا أكتر كيفك مع الحب؟ بحب كثير بحب كثير الحب كيفك مع حالك؟ متصالحة مع نفسي جداً كيفك مع الكروتي والمفاجآت؟ يعني خلينا نجرب ساندي بحب كثير بحب كثير بحب كثير ماذا يا ساندي؟ كروتيتها صعبين؟ مرتبعني الشوكولات عبدالديكي نبني دقي بثلاث ملايق يا أهلة وسهلة يا عيب يا ريت تطلع لأقلنا كلنا يا ضييف؟ هل هذا الشوكولات؟ اوه انت بتحمل ألسا بتحمل شوكولات رفيعة هيدا الشوكولات اجباري يكون بعد الغداء عطول عندي مش انه هيدا تحديدا بس انه الحلو بعد الغداء حتى لو قطعد شوكولات مرة اجباري تكون تقوم بعمل هيدا بجت لوحده انتوا عبتك لها الشوكولات خبر المشاهدين كيف تحافظ على القليل لان كثير محافظة انا كيف تحافظ امممممممممم بعمل سفور بس نحن دوناتور بعيلتنا رفع وبعمل سفور بحافظ والمرات عندما نحاول تحافظ انه ازدت اثنان كيلو من هنا ا اشيلوا فارجينا كيف تكتأكل ثلاث ملاقه انا نعجل شوي بالاكل لو ايجي دورنا انه قاعدة وعم تتسائر وفتحه حديث اقتر اتقبروا نياه تكتأكل ثلاث ملاقه مليانيين مليانيين من الاخر يلا بعد بقينك اثنين انسا من الاخر هذا هو الحب الحقيقي هذا العطول غرام هذا الغرام كيسك عم بيقولوا انه شوكوله أنا تشوفي قدي سانديز علىني مني ملقة عم اجبك قديسة ومعطيه واحدة تنفور هذا الكارتك بيقول هاي اخر واحدة انا اسمعت خبرية كتير بشعة انه عم بيقل كتير الكاكاو بالعالم وفي ازمة رح يكون عن اريفة عندي مشكل كتير كبير